تحيات ديك كابتن أيمان من جديد متواصل معاك عاقب انطهى مبارات الأهل والنصر في فوز النادي الأهلي 2 مقابل لشيء وسعيدنا نكون معنا كابتن سيد عب حفيز مدير القرى بالنادي الأهلي كابتن سيد أعتقد يعني مبارات الكاس دائما ما تكون صعبة خاصة دوري 32 دائما بقى فيه مفاجأت لك الحمد لله خرجنا بالهدف العزين والمبارات الحمد لله طبعا يعني هي دايما مبارات الكوس كده يعني حسابتها أو ترتبتها واستعدادها في العالم كله يعني تبقى الدوافع مختلفة فمهم هو ان انت تتحقق الفوز الحمد لله 40 يعني وتعدل الدور ده الحمد لله طبعا يمكن النهاردة حققنا الهدف زي ما انت ذكرت يعني وده أهم في اللقائيا أعتقد النهاردة فيه يعني أكثر من مكسف المباراة سعلي ساميري عودة وأدى بشكل أكثر من رائع أحمد نابيل كوكا بيلعب في مركز جيدا عليه أعتقد كان فيه مكاسب كثيرة غير كمان التأهل النهاردة طبعا يعني ساعة بيبقى الفترة وبولية النهاردة بيسجل وكوكا بيقدم عرض كويس ودي فرص بتيجي طبعا للعيبة كلها اللي طلع من تحت والعيبة اللي جاية من ناشئين يعني كلنا بدأنا بالشكل ده يعني فالحمد لله طبعا على المكسف يمكن حتى أكرم كمان التطمين عليه دلوقتي الحمد لله يعني هي كادمة قوية شوية لكن الحمد لله الحمد لله يعني الإشعة مش مطلعة أي شرخ ولا كسر الحمد لله رب العمين هو بس فينا وطيب يمكن يعني محيران شوية وعايز برضو يعني الليلها حلل ستراحة يعني أنا مش عارفة إحنا بنلعب هنا اللي في اسكندرية يعني معها منحب طبعا مدينة اسكندرية ومنحب نجيها سواء كان في الصيف ولا الشتاء لكن أنا مش مش لاقي سبب واحد يخلينا نلعب في اسكندرية أنا والناصر يمكن من خمس ستة أيام نادي الناصر بعت لتحاد الكرة جواب وبعت لنا صورة الجواب إنه هو بيرغب في اللعبة في القاهرة أنا مش لاقي مش لاقي أي تفسير أبدا ومهما كان اللي هيطلع واتكلم يعني يقول لك أصلي أرض محايدة أرض محايدة اللي حابتقول كده في الكاس أرض محايدة يعني طيب أنا بلعب في استاد السلام دا ملعبي والناصر لما كان بلعب في القاهرة وهو من القاهرة بلعب في استاد القاهرة طب أرض محايدة ما تلعبنا في المقاولين العرب تلعبنا في كلها الحربية تلعبنا في بيتر سبورت إيه الحكمة إننا ألعب في السلقر إيه الحكمة إننا أخذ شونطي ومع أسكري يجي إسكندريه وهو ياخد شونطه ويجي إيجي إسكندريه إيه الحكمة الحكمة لما اتذكر فيها المسئولين قالك يعني أصلي قبل ترتيبات القمة يعني الزمالك وحرس الحدود هيلعبوا في مدينة السويس فبالتالي عشان مبدأ تكافر الفرص يبقى داي سافر وداي سافر يعني أنا حكمة بتقول كده تمنى في الدور التاني يعني اللي بيقول كده واللي بيصرح بدا قبل بيقول التصريح يفكر فيه ويشوف المستقبل كعمل إزاي ويشوف كمان التاريخ بيبقى عامل إزاي تمانا في الدور التاني هلعب زمالك عم عشر عندي مباراة يوم ستة مع الاتحاد السكندريا هنا في اسكندريا زمالك عنده مباراة يوم ستة مع اسموحة هيودي زمالك واسموحة السويس عشان هنلعب في اسكندريا عشان مبدأ تكافل فرص وأعتقد أن ده يعني رد غريب جدا 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 مالوش أي أعلاقة أبدا بقرة القادم زي ما الدوري بيوقع قرعوته وبتخليك أن أنت تلعب قبل مباراة القمة مباراة خارج أرضك ممكن تبقى في أسو Vieس ممكن تبقى في اسكندريا مباراة الكاز بردو كده هي قرعة يعني قرعة بتخلي فرقتين منبس أو فرقتين من فرقة من قاهرة وفرقة من خارج القاهرة ممكن يلعبوا في حتة تانية الحكمة أن أنت تودي فرقتين من داخل القاهرة عندهم الرغبة اللي ينعبوا في القاهرة إنه لعب بره القاهرة على مسافة 250 كيلو الحكمة في كده الحكمة يقول لك عصلي يعني عشان نبقى الكافتين متعدلتين طب حلها نفس المنطق اللي انت بتقوله ده هتحلها ازاي الدور تاني الكافتين هيبقوا متعدلتين ازاي يعني أنا هلعب في اسكندرية والزمالك هلعب في القاهرة هيقول لي دي قرع الدوري تمه دي قرع الكاس الحتة التانية أول اللي برضو مش لقيلها برضو تفسير الصراحة خالص لأن احنا بنقع في المشكلة وبعدين تحل يعني عمري الإدارة أبدا ما بتفكرها وانت مثلا مساق عربية ولا انت قاعد مستجم كده إدارة يعني تجيب جدول تجيب نظام تجيب تاريخ تجيب مستقبل تقعد مع ناس تاخد رأيهم تنصق مع الأندية أنا جالي جواب يوم 12 أو 13 مارس جالي جواب في الناد الأهلي يعني أوله العنوان بتاعه كده هوجوان ما كانش تبين من العنوانه خالص لأن العنوان كان حلو جدا لكن ردة الفعل كانت غريبة جدا قال لك يعني تسهيلا على الفرق اللي هتشارك في أفراكيا فتعالوا نقعد نشوف الجدول هيبامشي إزاي عشان نتفادى ضغط المباريات ده قبل ما يجيلي المباريات يعني فروحنا وقعدنا وكنا شطرين جدا وقعدين وقلنا لهم يا جماعة طبعا احنا عندنا مباراة كاس يعني مهم قوي ان احنا نلعبها صحيح لكن عندي مباراة الخمسة والستة في أفراكيا ما بين المريخ السوداني وعندي مباراة سيمبة ايه المانع ان انت تحطي لي مباراة الكاس دي وسطيهم المانع ان انت تحطها لي وسطيهم انا موافق على فكرة يعني انا اللي هلعب وانا موافق ما اعتقدش النصر كان هيبع عنده مشكلة لانه ما عندهش ترتبطات ولا ارتبطات أفريقية حط المباراة دي وسط الفريتين دهول وخصوصا ان احنا كنا شبه ضمنا التقاهل يعني للدور التمانية في أفريقيا عشان تسهلي مباراة أفريقيا كان التصميم ان انت لقى تلعب يوم 14 انت لو عملت كده ده كان اكترحنا يعني احنا المتضررين لو انت خاف علي انا اللي عايز كده حطيلي المباراة بوسط دول وكنت لعب النهاردة مباراة دوري بدل ما لعب يوم 18 والعب 21 والعب 24 والعب 27 والعب 30 والعب 3 والعب 6 والعب 10 وبعدين اخش على الدور التمانية في أفريقيا يعني انت بتسلم نمر للفرقة اللي هتقابلها في تمانية في دور التمانية بتسلم لها نمر بتسلم فرقتك نمر على طول لان انت بتلعب كل كل 3 ايام كل 48 ساعة انت في معسكر كل 48 ساعة والجواب يقول لك احنا عايزين نسهل لكم عشان في أفريقيا اعتقد ان اللي حطي الجدول ده ما اعتقدش ابدا ابدا ان هو بص في التاريخ لاي فرقة في العالم اتحداه اي فرقة في العالم تلعب سبع مباريات كل 48 ساعة اتحداه اه في انجلترا الكل بيعمل كده شهر فبراير ده كان عندهم يعني المباريات بتتضغط ست سبع مباريات في شهر فبراير تقريبا فكل بيعمل كل الدوري كده لكن اعتحداه فرقة في العالم للي حطي الجدول ده ان في فرقة تلعب يوم 18 و21 و24 و27 و30 و3 و6 و10 اتحداه وبعدين تروح تلعب مباراة في دور التمانية يعني لك انت وبعدين يقول لك ايه ده انت صعب عليك ان انت النهارده هتلعب في الكاهرة عشان بعد اربع تيام هتقابل المنافس بتاعك اهمال انت بتعمل ايه في المقفية انا كده في السبع اتمن المباريات يعني كان من باب اولى حضرتك لو سمعت لو سمعت بس سمعت مننا واحنا اللي عندنا الرغبة تحطيلي مباراة الكاز يوصي المباريتين والنهارده كنت لعب مباراة من الستة سبعة اللي هلعبهم يوم 14 والترتيب هيبقى زي الفل هلعب 14 مطش في الدوري هلعب مباراة الكاز وصي مباريتين في افريقيا وبعدين هلعب النهارده مباراة في الدوري وبعدين هلعب يوم 18 مع الزمالك عادي جدا وبعدين بدل ما هعود كل تلات يام هلعب لا كنت هلعب بين 21 مثلا ويوم 25 ويوم 29 ويوم 2 ويوم 6 هتلعب مباريتين مثلا كل تلات يام ومباراة كل 4 ايام أعتقد أن ده كان التفكير السليم كان مش عيب أبداً مش عيب أن أنت تنصق مع الأندية وخصوصاً اللي بتشارك في أفريقيا مش عيب تسمع وجهة نظرهم ما تبعدش جواب تقول أنا عايز أسهل لك وبعدين تقول لي هو ده طب أنا أنت عايز أسهل لي وأنا أديتك المقترح أنت مش بتسهل لي أنت يعني بتقحمني بتفحتني إنصح التعبير أن أنت يعني تلعيبني 7-8 مباراة كل 48 ساعة 7-8 مباراة كل 48 ساعة والنهاردة يعني نفس العقلية اللي بتقول كده بتقول للنهاردة لا أنا ألعب النهاردة في اسكندرية ملعبش في القاهرة عشان الطرف الثاني اللي هيلعب معي يوم 18 هيلعب بره القاهرة طب أنا بقى الطرف الأولاني في اللي جاية ده ما شفتنيش خالص يعني هتقول بقى يعني تكافر الفرص في السبع مباراة والطرف الثاني بيلعب كل 4 أنا ما ببتكلمش ومش مسألة بعترض أعتقد اللي بيحط الجدول بس مش عيب أنه هينصق مع الأندية مش عيب أبدا ده كان بيحصل وبيحصل مع كل العالم حتى في العالم كله يعني أعتقد أن مثلا مثلا يعني لو برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي هيلعبوا في أوروبا بيشوف الأول القرعة بتوقعهم داخليا ولا خارجيا وبعدين يحط لهم المباراة اللي بعدها مش عيب التنسيق ده خالص وبالمناسبة بقى عشان تبقى العملية تكمل يعني يعني مبارح أعتقد أن مصر كلها تفرجت طبعا على بارمونيخ وباريستان جرماني يعني مويتينج اللي يعني الجن بتاعه فكرني بجن أي من أشرف يعني توقم توقم جن أي من أشرف توقم يعني الفرق الفرق اللي يلاقي اختلاف ما بين ما بين الكورتين دول أو ما بين الهدفين دول يعني سؤالي لكابتن عمر الشناوي وكابتن محمد سلام أميدو يعني يعني هل أوروبا الغلطانين ولا إحنا المتطورين يعني إحنا سبقنا العصر بالشكل ده يعني أعتقد أن دي كانت حاجة أعتقد أن الناس خدت بالها منها يعني أعتقد أن ما كانتش فيه فرق خلص بين الهدفين يعني أي أن كان الوضع المباراة انتهت بحلوها وبمرها يعني لكن المهم هو أنه إحنا برضو يبقى فيه تنصيق أتمنى أتمنى يبقى فيه تنصيق بس ما بيننا وما بين اتحاد الكورة في حتة الموعيد في المباريات لأنه من غير المنطقة ولا المقبول ولا المعقول أبدا إننا لعنا بتسعى مباريات منهم اتنين قمة منهم اتنين قمة ومنهم دور التمانية بعديهم في أفريقيا في ضغط في أهل من شهر يعني سؤال مرتبط بنفس الجزائية من يتحمل مسؤولية الإصابات اللي بتضرب صفوه فريق خاصة مع الضغط ومباراة المنتخب كمان اللي داخل أخر مباراة المنتخب وحمد فتح يقصف فيهم وكمان الفترة اللي جاية مع ضغط المباراة أسباب يعني طبعا في الأول والآخر أسباب ممكن تبقى يعني ما بتلعبش وتتعور يعني أسباب أنا عارف كده كويس لكن أنا أبتكلم دايما يبقى فيه يعني أعدى فيه اجتماعات فيه ترتيبات أنا أبتكلمكش على لوائح على فكرة حتى اللوائح نفسها حتى اللوائح نفسها يعني أتمنى النحية السلوكية والأخلاقية هي اللي تسود اللوائح مفهاش معلش اللوائح مفهاش طب نشوف الوضع إيه اللوائح مفهاش صغير وكبير على فكرة يعني اللوائح مفهاش هستدولة صغير ونستحمله النهاردة ونستحمله بكرة الغلطان غلطان الغلطان غلطان وإلا هتلاقي السلوك ده انتشر وبقت آفة عامة لكل الناس أنه يبقى فيه السب والشتيمة وتجاوز في حق ناس يعني كانت أساطير وعملت في الرياضة حاجات كتير جدا جدا ومنهم اللي موجوده ومنهم اللي رحل كمان يعني فأعتقد أن اللوائح والنظام ما لهش علاقة أبدا بالسن لكن له علاقة بالقانون يعني ما تيجي تقولي مسلا على المستوى المثال يعني واحد عنده ضمير ولا واحد بيحكمه قانون أنا أقولك اللي بيحكمه قانون الضمير ده شخصي يعني أنا أختلف عنك أنا راجل مثلا يعني عندي سلوك كويس ومتربي كويس ولا حاجة فضمير هيحكمني لكن لو في قانون فيه لايحة على الكل فيه لايحة في منظومة على الكل أعتقد أن التجاوز أبدا هيبقى مرفوض او هتجاوز مش هيتكرر يعني فلو انت اخدت موقف مع اي حد بيتجاوز سواء اير ولا كبير بلعب في الاهلي بلعب في الزمالك بلعب في اي مكان اعتقد ان الامر مش هيتكرر يعني اخير يا كابتن سيد ومهم ان احنا بقولو الكلام ده و احنا كذبانين كانت لديك تعليق نهارده على الحكم من شرط الاول و اعتقد ان احنا بقولو الكلام ده و احنا كذبانين كان هيسهل سير المباراة جدا باكتر بدرب الجزاء في شتراو يعني مش برضو يعني مش عايز اعترض على التحكيم خالص الحقيقة انا مش من النوع اللي بتكلم في حيات التحكيمية حتى لو امور تقدرية يعني خلاص عدت لحالها يعني عدت لحالها لكن لما بيبقى النهارده ما فيش فار مسلا يعني قد يكون الكابتن محمد عباس التأدير عنده اقل شوية التأدير شافه من وجهة نظر وكده لكن انا بتكلم على الكرة بتاعت اي من اشرف لان كان فيها فار كانت سهلة جدا ان انت تشوفها وسهل جدا ان انت تراجعها وتشوفها بشكل كويس قوي واني الاحتكاف في عالم كرة القادم مقبول جدا مقبول جدا وخصوصا يعني مش عايز ارجع لها لانها بقى لها فترة شوية كبيرة يعني لكن يعني بيجلنا مثال لحد عندنا وكان ربنا بيقول لنا يعني اه انتو كان عندوكو حق في كرة اي من اشرف دايات لانها في الاخر بتأثر طبعا في الترتيب والنتيجة والنقاط يعني اتمنى اللي هيبقى على الفار من المطشاط المباراة اللي جاية اتمنى يعني يبقى فيه رؤية اوضح واحسن واسهل والكاميرات تبقى واضحة والدنيا تبقى اسهل لشان كل واحد ياخد حقا يعني